بدوره قال رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقي إن القارة الأفريقية تمر بفترة صعبة لا سيما على صعيد الأمن والسلم بسبب انتشار الإرهاب من جهة وانسحاب بعثات السلام التابعة للاتحاد الأفريقي من جهة أخرى كما تعلمون وللأسف أصبحت إفريقيا مالذة للإرهاب والتطرف وتتأثر العديد من مناطقنا بهذه الظواهر هناك العديد من عمليات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي ولسوء الحظ فإن البعض منها ينسح على المستوى الاقتصادي هناك الأزمة الثلاثية إنشأت كوفيد وتغير المناخ الذي تتحمل إفريقيا العبء الأكبر منه والحرب في أوكرانيا وعواقبها الوخيمة سواء على صعيد الإمنذات الغذائية لا سيما القمح والأسمدة